مرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج عيات الصحة هنتكلم النهاردة عن التغذية العلاجية في زمن الكورونا في أمريكا فيه هيئة اسمها هيئة الـ FDA ودي هيئة بتتكلم عن الغذاء والدواء منظمة الغذاء والدواء العالمية ودايما مربوط في كل دول العالم شيء مهم جدا نوع الغذاء اللي انت بتاخده بالحالة النفسية والحالة المزاجية والحالة الصحية ليه؟ لأنه فيه بعض المواد في كل نوع من أنواع الغذاء بتؤثر إما تأثير إيجابي على الصحة العامة أو تأثير سلبي طيب فيه زمن الكورونا أو في انتشار الأوبئة بيقى فيه أخذية المفترضة أن هي محببة أو محفزة للجهاز المناعي وفيه بعض الأحيان بعض الأخذية بتخلي جهاز المناعة يضعف طبعا من خلال الجولاتي وصوالاتي في المراكز الطبية هتلاقي إنه معظم الناس أصلا بتعتمد في الأكل بتاعها على الفاست فود أو الوجبات السريعة دي مليانة بالدهون المشبعة مليانة بالأمراض أصلا وبالتالي بيخرج عندنا جيل تلاقي الولد عنده 17-18 سنة وكده عصفورة قدامك ما تحسش إنه ما فيش أو وزن وطخين زيانة عن اللزوم تحس إنه يعني وصلنا لده إزاي؟ والناس بتعتمد على الوجبات السريعة لأ بقى الأم في البيت تشتغل بقى وتنزل ترح وتيجي مش مهم مهم إنه إيه محدش يكلمها في بعض الأمور الخاصة بالغزة إلا من رحم ربي إلا قليل جدا بلاقي بعض الأمهات بتعمل الأخذية أو حتى المشروبات أو حتى العصائر أو مسلجات في البيت نهارده نتكلم بشكل أكبر كده عن إيه هو مفهوم التغذية العلاجية إيه هي الأخذية اللي احنا ممكن نستفيد بيها أو ممكن تكون محفزة لجهاز المناعي وإيه الأخذية المفترض نبعد عنها هتكون معايا النهارده الدكتورة صحر قدرينا خاصة إيه سبنا نحافة وقت تغذية العلاجية برحب بيك يا دكتورة صحر من أوراني في البداية كده خلال نبدأ بمفهوم التغذية العلاجية التغذية العلاجية ديه تعبارة عن الإنسان بيتناول مواد غذائية متكاملة بتعوضه النشاط والحيوية اللي بيحتاجها أثناء اليوم سوري ما لس ندام معيك؟ تكلمي عن أنه بتفيد الشخص في حركته بتديله الطاقة اللي هو يقدر يقوم بالعالميات الحيوية بالعمليات الحيوية اللي هي زي الحركة الحركة والنشاط والذكاء بتساعدوا كمان على الذكاء طيب سينا عندنا اللي هو العمليات الحيوية اللي هو ده الإدراك والتذكر والإموشنز أو البيهيف يروى السلوك هذه العمليات الحيوية الأساسية اللي هي ممكن من خلال الشخص من خلال الجزء أنه يقدر أنه يستجيب أو يقدر أنه يكون قادر على أنه يحقق طيب إيه هي الأخذية اللي ممكن في ظل الأزمة الحالية أو في ظل الانتشار الأوباء وطبعا عندنا المعدلات الإصابة بتزداد أو بتقل حسب يعني الإحصائيات الخاصة وزارة الصحة إيه الأخذية المفضلة اللي ممكن نستخدمها في الفترات دي؟ الأخذية المفروض أن يتناولها الإنسان أول حاجة البرتينات تمام؟ يعتمد على البرتين ثاني حاجة الخضروات أهم حاجة الخضروات الطازبة مش المحفوظة تمام؟ ثالث حاجة المواد الكاربيوهيدرات تمام؟ ربع حاجة وهي الأملاح المعدنية والميا والسويل تمام؟ السويل دي بقى هي اللي بتعود الإنسان بيتعود الإنسان عن الحاجات اللي هي بتحصله اللي هي المضعفات تمام؟ بتجيله طاقة لأن الميتابوليزم أصلا بيعتمد أصلا على المياورة وعلى السوايل تمام؟ كمان أهم حاجة اللي احنا بنتناولها لازم المفروض نأخذ كميات متساوية تمام؟ يعني كميات متساوية كميات متساوية يعني ما بنفردش في البروتين ما بنفردش في الكريبوهدرات ما بنفردش في حاجة يعني نأخذ حاجات بكميات معينة علشان كتر المواد البروتينات بتعمل أمراض تمام؟ والليتها بتعمل أمراض تمام؟ بس أما بالنسبة لموضوع المشروبات فيه مشروبات قبل ما نوصل للمشروبات يا دكتورة خليني بس أنا النهاردة عاوز أعمل واجبة غذائية لشخص عادي جدا يلتزم بيها واجبة الفطار وإذا كان فيه سناكس في النصف ما بين الفطار والهدى إحنا عندنا في نظام الدايت بنتدي ثلاث واجبات لا مش بكلم على الدايت أنا بتكلم على الغذائي السحي ما أنا بقولك الإنسان الصحي الطبيعي إحنا عند نظام الدايت سواء دايت للتخسيس أو الزيادة أو الواجبة الغذائية الصحية لازم يكون فيها صلطة طبق الصلطة ده مهم جدا جميع القدروات لازم تكون فيه تمام؟ بس ما يتحطش فيها ملح أو حاجات توابل علشان ما تضرش المعدة تمام؟ أما بالنسبة يعني أنا هعمل واجبة النهاردة مثلا هعمل لشخص وزنه عشان على حسب الوزن أو على حسب الطول أو على حسب السن ما أنا مقدرش أدي إنسان عادي وزنه مثلاً 80 كيلو أدي له أكل يساوي إنسان عنده 100 كيلو فهي كل واحد له نظام معين فبالنسبة للواجبة أنا هعمل له مثلاً النهاردة قطعة لحمة مشوية طبق صلطة بتديله ده في الغداء في الفطار إيه؟ يعني دايماً معظم الناس أصلاً ما تنسوا تفطر لا، ده أهم حاجة فاطرة الفطار الفطار دوت هو اللي بيجيب الطاقة للنهار وبيزعبك على الحرب تمام؟ الفطار يفطر بيضة يشرب كوباية لبن خليط الدسم طبعاً بنصم عليها السكر بياخد أهم حاجة صمرة فكهة يشرب كوباية مية قبل الأكل لازم كوباية المية دي أساسي ليه؟ لأن المية اللي بتساعد على الحرب تمام؟ وبالنسبة بيأكل بعد كده صمرة فكهة وبياخد خضار نوع من أنواع الخضروات خيار طماطم أي حاجة طيب أنا النهاردة لقدر الله شعرت أو حسيت أو أصبت بكورونا قبل طبعاً ما تكلم عن مرضى كورونا طبعاً يعني بقدم بخلص العزاء في وفاة الفنانة رجاء الجداوي توفيت بعد فترة في 45 يوم تقريباً في مستشفى العزب الإسماعيلية والنهاردة المفترض أنه يعني كان الدفن جسمانها يعني نهاردة لو أنا مريض عندي إصابة بالكورونا إيه الأغذية المسموحة المفترض أن أنا أخذها في زمن الكورونا؟ أبعد عن النشويات أبعد عن البروتينات اللي هي البروتينات الحيوانية اللي هي مثلاً زي اللحمة الحمرة أي لحم حمرة حريك قلت أنه اللحمة المشوية اللحمة المشوية البتلو اللي هي اللحمة اللي هي الشامبري فيه أنواع من اللحم ما عرفهمش أنا عندي اللحمة واحدة لا هي اللحمة اللي هي اللحمة الشامبري اللحمة البتلو فيه اللحوم البيضة واللحوم الحمر البيضة اللي هي الفراخ الأرانب والحاجات الخفيفة اللي هي بساعدة للهضم تمام؟ بياخد كميات كبيرة قوي من السويل يشرب سويل على قد ما يقدر سويل دفية يأكل واجبات خفيفة الهضم بمعنى بقليات ما يأكلش حاجات دسمة يبعد عن الدسم نهاء تمام؟ وياخد كميات متساوية من الحاجات اللي هي بتجيله بيتامينات زي الخضروات لازم ياخد طبق سلطة ده أساسي ليس ويشرب سويل كمان اللي هي الدفية زي الكمون الكراوية الينتون النعناع أهم حاجة لازم يشرب سويل الدفية في عندنا مرضى وأكثر ناس عرضة للإصابة بفيروس كورونا ونسا ما عندهم ضعف في المناعة ودول زي مرضى القلب مرضى السكر مرضى الضغط المزمن إيه هالأغذية المسموحة إن هم ممكن ياخدوها ولما ياخدوها تساعدهم في إنه يحفظوا على جهاز المناعة مريض القلب ما ياخدش طبعا حاجات فيها دهون خالص تمام؟ ياخد وجبة السناك بتاعته فاتحة يعتمد قوي على الفاتحة نوعي من فاتحة يأكل تفاح يأكل موز الأخضر ولا أحمر؟ لا الأخضر علشان الأحمر بيبقى فيه مادة زيادة شوية سكريات عالية تمام؟ وبياخد كمان وبيأكل حاجة اسمها بيأكل وجبات متساوية بمعنى بيأخد كمية من الرحوم اللي هي كميات صغيرة يعني قطعة قطعتين ما يكترش في الوجبات يعني بيأكل كميات على قد ست وجبات ما يكلش يعني ما يملاش معدته كماني إزاي حضرتك؟ وفي نفس الوقت بيأكل كمان حاجات بتفيده زي إيه؟ زي السويل يشرب سويل وياكل صلصة خيش تمام؟ وبيأكل وبيأعتمد أولا اعتماده على البروتين اللي هو الأبيض زي الأرانب زي اللحمة البتيلة ويبعد عن الحاجات الدهونية مرضى السكر مريض السكر يمنع المواد السكرية طبعا بس مش كلها يعني بيأكل مثلا يعني يعني قمس حبات من العنب يأكل لو أكل يعني حاجات سكرية ماشي ما ياخدش سكريات مؤقدة ياخد سهلة تمام؟ ودايما يعتمد أكله بالعسر الأبيض العسر الأبيض العسر الأبيض العسر الأبيض السليم مش العسر الأبيض الأول يعني معروف مقدمة البيور البيور اه بالضبط ايه هي المشروبات اللي ممكن يستخدها في الفترة دي وخاصة ان احنا الاسبوع ده هو اسبوع حر جميل والناس عندنا في مصر متعودين او معظم الناس متعودين انه يشرب لما يعطش فالجسم بقى وصل لمرحلة من الجفافة عاوز مية ايه المشروبات اللي احنا ممكن ناخدها في خلال الفترة دي بيقوم الصفح بيشرب كوبية مية بس بيحط فيها نوع من انواع الفترة يعني كيوي يا كيوي يا تفاح يا موز في المية بيغير طعم المية عشان الجسم اصلا مجرد ما بيمتص المية عايز مية تاني لكن ما بيغير له الطعم بيعمل عملية ايه خلل شوية تمام دي اول حاجة تاني حاجة بيشرب كوبية نعناع ويحليها بالعسل النحط دايما احنا بنعتمد اكلنا وشربنا على العسل النحط لكن السكر لأ خلو العسل النحط اه اللي هو لكن بالنسبة لكوبية المية لما تحطلها سكر زكرا طبعا proven السموم اللي هو السكر والملح للما هو السكر ده طبيعي جدا واحد ما يكون ياخد سكر وليله ولا بياخد سكر خلص لا هو الانسان الطبيعي له معلقة ونصف سكر في اليوم كله في اليوم كله او ويستبدلها بالعسل النحط او معلقة حockey مثلا معلقة عسل لأ لا مش على الشاي تحلي فيه ناس بتحطها على الشاي مش معلقة ربع معلقة ربع معلقة ربع معلقة آه تمام عشان المعلقة كبيرة على طبعات شاي معلقة كبيرة ثم المعلقة تقريبا فيها سكريات قد ايه من 175 سورة حريب العصر الابيض آه والمعلقة العادية من السكر العادي بتاعنا تقريبا فيها 25 أكتر آه تمام طيب ايه بقى المشروبات اللي احنا ممكن تساعدنا في فترة الصيف اليانسون آه تشرب حضرتك فيه مشروب دلوقتي احنا عاملينه آه بنعمل آه عناب اللي هو الأحمر آه بنحط مي بنحط معاه بنجر البنجر مع العناب بيعملهم بيدوا الإنسان بأول جهاز المناعي تمام بنجر مع العناب مع العناب أيوة بتعليه طبعا بالعصر النح ببع معلقة عصر النح تمام آه تمام آه بنعمل كمان النعناع تمام النعناع دوت من الحاجات المفيدة جدا وبنحط معها تليو تليو آه مشروب التليو التليو ده أصلا بيوسع للشعب الهوائية وبيدي الإنسان يعني بيتنفس وإحنا أصلا الكورونا بتأثر على الجهاز التنفس بالتالي بتخلي الناس تحطهم على أجهزة زي الفينتو الكسجين أيوة عشان الفينتليتور بتحط عليه لأن الرئة أصلا بيعمل لها فدها فدها رئوية هو أصلا الكورونا أصلا عبارة عن إيه هو فيروس ما يتشافش بالعين المجردة بس هو أصلا زي البرد بالظاف إحنا لغاية دلوقتي ما وصلناش للبرد عليك صح؟ بس إحنا أي إنسان لما أنت تبقى في البيت بتصيب مثلا أنت برد بيجي لك برد البيت كله لازم يغضب بس إحنا بنقوي الجهاز المناعي إحنا مش بناخد عليك كويس بس هو إيه مش بيصيب غير الحلق وبالتالي إحنا بنقف نتعامل معاه لكن الخطر بتاع الكورونا إنه هو بيدخل على الجهاز التنفسي بيعمل سدة إنسداد في الجهاز التنفسي بالظبط كويس فبالتالي بيحصل عملية اختناء وعدم الوكسجين ما يبصرش إلى المخ أو إلى الرئ كويس فالجسم على طول بيحصل له خمول ولازم يتحط على فنتليتر كويس لو ما تحطش من 6 ساعات ل 8 ساعات الحالة بتبقى غير طالعا كويس إيه الأغذية اللي ممكن نديها للأطفال طبعا الأطفال بدأت تنزل بدأ الناس تخرج دلوقتي بعد الانتهاء الحظر يعني الناس بتخرج وتروح أماكن فيها تكامعات إيه الأغذية اللي ممكن الأطفال أو الأمة تجيها لطفلها البروتين طبعا كوباية اللبن جي أساسي لازم كوباية اللبن ما فيش حاجة سمعها الأمة تقول ما بيشربهوش بيشربها له بأي طريقة بأي طريقة طبعا إيه البديل للبن أكيد في بدايل للبن في جبنة في ناس عندها حساسية من الألبان طيب أوكي يأكل بروتين يأكل بيط ياخد بيط تمام؟ يأخد قطعة بيفي تمام؟ يأكل بربا بالكريمة وتعتمد أكلها أصلا في البيت ما فيش حاجة سمعت تشتري له بره وجبات جهزة خورة خالص لازم تأكله الوجبات الطبعية تغير له في شكلها يعني الطفل أصلا بيحب الحاجات الكويسة بيحب الألوان ليه بيشتروا الألوان إحنا فيه ألوان طبيعية للأغذية ألوان طبيعية الأم بتستعملها يعني مثلا في شكل البيضة ممكن تحطها له شكل دبدوبة يعني تحببه فيها نعيز أم رقيقة الأمالات اللي منذهم مش فاضين لا إحنا دلوقتي في زمن الكورونا ما ينفعش أنا دلوقتي عشان أنا خايفة على طفلي مش خايفة على نفسي أنا خايفة على طفلي فلازم يعني إيه أحببه أعمله طبق ملون هو ليه بيشتري الشيبسي والكاراتي والحاجات دي بيشتريها ليه علشان لونها مجسبات الطعم واللون والرائح اللي موجودة فيها لكن أنا لو عملها له في البيت يعني أحببه معلش شبهة المامة لازم تتعب شوي تعمله دبدوب تعمله دبدوب قطة طيب مش طيب خليني قبل ما ختم الحلقة أي النصائح اللي أتحب توجيها لأستاذ المشاهدين في نهاية الفقرة نتكلم فيها عن الجوانب اللي ممكن الناس تستخدمها فيها تغزيل على الجهة الجوانب اللي لازم تستخدمها أهم حاجة تقوي الجهاز المناعي بمعنى لازم تفتر كويس تمام؟ تفتر كويس الوجبة متكملة طبعا زي ما احنا قلنا الوجبة متكملة دي أول حاجة ثاني حاجة بناخد أدوية خاصة لرفع الجهاز المناعي لو إنسان عنده منعته قليلة بياخد أومو جسري تمام؟ وبياخد فيتامين زنك وبياخد فيتامين دال دولت بيرفعه جهاز المناعي معه قوي تمام؟ وفي نفس الوقت كمان بيدو له باور إنه يقدر يتحرك تمام؟ دي أول حاجة ثاني حاجة يعتمد أكله كله على الخضروات والأملاح المعدنية يشرب مية على قد ما يقدر زي ما أنا قلت حداك يغير طعم المية ما ياخدهاش مية فيه ناس بيجي لها زي غممان من المية لأ ممكن يشربوا المية بطريقة تانية زي فيه مية بالفواكب فيه مية بالصودة فيه مية الحاجات ديات أساسية موجودة فإحنا ممكن بسهولة قوي إنه هو يشرب مية يشرب سويل يعتمد كل أكله على السويل والفكهة يأكل فكهة على قد ما يقدر الفكهة دي أساسي وخاصة الكيوي والبطيخ بطيخ حلوة جداً بس طبعاً مش يفرط منه لأنها ما يسببش سنة البطيخ من دم أكثر حقيقة اللي ناس بتاخدها تصيف بشكل أو بشكل وبلغ فيه على فكرة بتخن جداً البطيخ؟ آه لأن قطعة البطيخ الواحدة فيها 300 سعر حرائي قطعة الواحدة طبعاً طبعاً أدرب القطعة اللي بيخدها آه أنا بالنسبة لي أخف مص بطيخ آه لا البطيخ البطيخ يعني من الحاجات اللي هي ما أتقاش إنه فيه سكريات كتير سكريات بس فيه أي يوم هو فيه سكريات كتير ما نقول له حريكة قطعة بتلتمين آه تلتمين سعر حريك إحنا طبعاً كناس شعب عادي بيأكل بقى طبق وحاجات كده إحنا لازم ناكل بس في حدود وما ناكلش نشويات طبعاً كتير ما نكترش في رصد مكارونا في عيش كلام ده كله لأ إحنا نكتر في الحاجات اللي هي ما تحولش للحاجات دي اللي ما وده بنية اللي خلينا يبقى فاتي يطلع من الكورونا واحد تاني غالطة تمام؟ تمام ماشي دكتورة إحنا دلوقتي يعني تقريباً باقي دقتين على نهاية الفقرة بتاعتنا أو الفقرة دي هنتكلم عن جزئية مهمة جداً في بعض الناس عندها مشكلات في الجهاز المناعي أصلاً هو أصلاً عنده مشكلة في الجهاز المناعي بعيداً عن أزم الكورونا إيه الحاجات اللي ممكن هو تحديداً كمريض مناعي يقدر ياخدها؟ هو لو جهازه المناعي لازم ياخد أدوية طبعاً طبعاً وبعدين بيروح لدكتور أخصائي جهاز مناعي لأن طبعاً التغذية لها نظام معين لكن إحنا بنفعله الجهاز المناعي عن طريق الغذاء لكن لو يحتاج أنه هو طبعاً فيه خلل عنده فيه جهاز المناعي لازم إحنا نوصله للطبيب المتخصص في الجهاز المناع عشان نسجله الحاجات اللي هي ترفع له جهاز المناعي طبعاً صحة لديريني أخصائي قسمنا وإن حابقوا التغذية لعلى جهازنا وشكرك شكراً جزيلاً شكراً في كل مكان كانت نهاية الفقرة الأولى من برنامج عادة الصحة خليني نلم كده اختصاراً للجزئية الخاصة بيه التغذية للعلى جهاز دايماً عندي قناعة دائماً وأبداً والقناعة دي دايماً بستخدمها في كل الجوانب الحياتية وهي رفع الوعي وخاصة في الجانب التغذوي لأنه على فكرة الموضوع مش في مصر أو في الخليج بس الموضوع في العالم كله أنه حتى في أمريكا هي أكبر دولة مستهلكة للفاستفود أو الوجبات السريعة وبالتالي عندهم معدل السمنة رهيب جداً وبالتالي عندهم معدل الأمراض الخاصة بيه مشكلات السمنة هي رهيبة جداً دايماً حتى فيه لو فتحت أي كتاب كده من كتب الطب هتلاقي أنه بوابة الأمراض هي السمنة بوابة الأمراض هي المأكلات السريعة بوابة الأمراض هي الدهون السلسية بوابة الأمراض اللي ممكن تؤدي إلى الضغط والسكر وتؤدي إلى مشاكل في الجهاز المناعي وفي الجهاز العصبي وألام في الظهر وألام في الرجلين حتى كلها تخص نوع الغذاء اللي احنا بناخده أنا بعض الأحيان بجد الكتير من الناس تقريباً بيعتمد في اليوم على وجبة واحدة أو وجبتين والوجبة أو الوجبتين اللي بياخدهم هم غالباً وجبات فقط مش بس هي وجبات مضرة هي وجبات قتلة ومش عايز أقول أسماء أماكن أو شركات أو حاجة ببيع الوجبات دي ولكن عندنا البتزات والكربات والبعض المكارونات وحاجات زي كده هي حاجات كويسة وحلوة ولكن فكرة الاعتماد عليها بشكل مستمر تأكد إن هي هتاخدك في إطار أو في سكة بعد كده للإصابة بالكثير من الأمراض وبعد كده مش هتعرف إن انت هتاخدها تيدي مش كده دايماً النصيحة اللي هاختب بيها الفقرة دي إنه صحتك هي الأمانة المفترضة إن هي في إيدك ولما بنرفع الوعي بنرفع الوعي في اتجاه علمي إيجابي مفيد بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للأفراد سواء كنت رياضي أو قاعد في البيت أو بتتفرج علينا دلوقتي أو بتتفرج علينا بعد كده لازم تبقى عارف إن تمدخل جسمك إيه ودي دايماً جملة أقولها لو عندك عربية وسائل عربية دي ومش عارف العربية دي بتشتغل إزاي مجرد ما العربية دي تعطل منك مش هتعرف إزاي تصلح لإن أنت أصلاً مش عارف التكنيك أو الميكانيزم بتاع اللي عربية تشتغل إزاي لكن لو أنت عارف العربية دي بتشتغل إزاي وممكن إيه اللي يعطل فيها هتقدر إن أنت تعالج المشكلة لما تحصل أو على الأقل هتحدد مكان المشكلة فيه نفس الموضوع وإنت بتتعامل مع جسمك لازم تكون عارف إيه الحاجة اللي أنت هتاخدها وهتفيدك ولا هتضرك أو هتعمل في جهازك المناعي إيه أو هتعمل في صحتك إيه هتزود وزنك هتقلله هتصيبك بالأمراض طب إيه الأمراض اللي ممكن تصيبك بيها عشان وعيك بده هيخليك ممكن مع الوقت تقلع عن الكثير من السلوكيات الخطيئة ناس اللي بتخس وهي بتخس تقول لك أنا مش هاكل غير واجب واحدة في اليوم يعني اسمح ليقول لك أن أنت يعني اللي قال لك كده يا غبي يا أنت اللي غبي حتى فيكو غبي يعني هو الموضوع غبي تقليل الأكل أو منع الأكل واجب واحدة في اليوم بيقلل من معدلات سرعة الحر وبالتالي اللي بيحصل هنا أنه معليك ما بتخسش أن أنت هتزيد وترجع تقوله والله أنا بيقول غير واجب واحدة أنا مصدقك بس على فكرة اللي أنت بتعمله ده هو غلط وشايف الدكتورة بتقول آه تمام أيها دا حقيل لأن أقول لحضرتك حاجة أن إحنا كدكاتر السمنة ونحافة بنيدي ثلاث واجبات أساسية وبنيدي واجبتين سناك وبعدين يعني أنا كان بيجي لي حالات في العيادة بيقولولي أن مثلا إيه يا دكتور أنا بيكل واجبة واحدة وحضرتك هتأكليني كل ده أقول لها آه يعني كما تاكلي الجسم هتبتدي يحرق لكن إنتي وبتاكليش الجسم بقى بيبقى واخد وقته عارف أن هو بيأكل واجبة واحدة الجسم دا عارف أن فيه هضم فيه عمليات حرق الكلام ده كله مش حالين فبياخدها بيختزلها تحت الجلد على هي الدهون وماء على هي الدهون وسويل فبالتالي بتلاقي الواحدة تقول لك ده أنا باكل بس مرة واحدة وبتلاقيني بزيد قال لها أوكي لازم تاكلي كويس الثلاث واجبتين الاسناك مش هتتخاني وبعد يبقي كويس كويس طيب ثلاث واجبتين اسناك ما بين الفطار والغداء وما بين الغداء والعشاء واجبة الفطار مهمة واجبة الغداء مهمة واجبة العشاء مهمة الجسم محتاج تلات واجبات بنظام غذائي معين شرب الماء بشكل مستمر عاوز تخس وجسمك يتضبط وصحتك تبقى كويسة لازم تنام بدري لو ما نمتش بدري لو ما نمتش بدري تأكد أن كل النظام الغذائي اللي أنت بتعمله غالباً هيروح في 60 دهية دكتورة كلمة أخيرة عشان أخدم أقول لحضرتك حاجة أهم حاجة وإنت أثناء الأكل ممنوع شرب السوائل خالص وص الأكل وص الأكل خالص كويس تمام أنا طبعاً أشكر حضرتك أنا مشكورك جداً للمترسع كتير ربنا أخليك وإن شاء الله تتعود إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وإذن الله هاختم الجملة الأخيرة لسيدنا علي بن أبي طالب كان بيقولها كان بيقول اشرب كل ما يؤكل وقكل كل ما يشرب جملة غريبة على أذان كتير من الناس معدتك شراب فتسهل على عملية الهضم والحاجة اللي بتتشرب استطعمها ما تبلعاش والله ما حد هيجري أوراك ولا هياخدها منك شوفكم الفكرة الجاي إن شاء الله والحد ما يشوفكم لكم مني كل التحية والتغيير أنا خيرت سؤال